إخراجا حقيقيا جديدا ونسخة واقعية مزيدة من أسطورة الملثم للأرواح السبعة صافح الفدائي الباسل عمر أبو ليلى ثار الشهادة بعدما قذف الرعب في قلوب قوات الاحتلال وأجهزة ملاحقتها المستنفرة على مدى يومين مما يعد المحص المدقق لا مما يحس المغيظ المحنق شهادة جاءت تفاصيل حيثياتها شهادة اعتراف ضمني بحسن البلاء وحميد الغناء من إعلام العدو قبل بريد الصديق حيث كشفت القناة العبرية الثالثة عشرة معلومات مفادها أنه عند الساعة التاسعة مساء الثلاثاء التاسع عشر مارس وصلت معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عمر في مبنى مكون من طابقين في قرية عبوين شمال يرام الله ليجرد الشابك على جناح الفور قوة خاصة تنكرت في زي بائعي الخضار حتى دخلت القرية ووصلت إلى المبنى لتنزع مكرهة لا بطلة ثوب التخفي بعد من كشفت أمام الأهالي وأصبحت مهمتها رهينة العلن علانية استفتحتها القوة المهاجمة بعرض استسلام عافه المقاوم وأولاه رد الرفض مستحبا المواجهة على التسليم لتدور رح اشتباك كانت عتاد الفدائي فيه قطعة السلاح التي غنمها من الجندي الذي بدأ عمليته النوعية بطعنه ثم قتله بسلاحه الناري غبار المواجهة الأولى المباشرة جلى عن انخزال القوة الخاصة في فاصل مراجعة موقف قررت على ضوئه صب شوت القصف على المبنى وتوجيه قلائف صاروخية صوب مصدر النيران فرق الاحتلال الفطري وهلعه الجبلي فضحه ما أفادت به تواترا وسائل إعلام نقلت عن القناة العبرية الثالثة عشرة خبر إطلاق جنود الوحدة الإسرائيلية الخاصة بعد توقف إطلاق النيران كلبا عسكريا في منطقة المبنى المدمر ليعود واردهم بمعلومات تعريفية عن مكان جثة الشهيد المقاوم حفظتها الكاميرا المثبتة على رأس الكلب العائد بالخبر اليقين قبل أن يتبع جنود القوة العسكرية على حذر خطوات الكلب المخاطر ويعثروا على جثة المقاوم المقدام نشوة تشفي القوة الإسرائيلية منعها أن تبلغ حد ثمالة سؤال صاخ أزى الإعلام العبري نصدر حيرته قدرة الشاب واستطاعته اختراق رصد الملاحقة والإطباق على خطى عماد عقل والسيناريو أشرف نعالوه ترجمة نانسي قنقر